ومن الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة والنهاردة هيتم تنظيم قفلة طبية علاجية لأحدى قرى مركز مغاغة بالمينيا وهيتم صرف العلاج بالمجان وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة النهاردة كمان المياه هتقطع عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خقان وده هيكون من الساعة 8 الصبح والحد الساعة 3 العصر وده علشان غسيل الشبكات وتطهير الخزانات النهاردة مكتبة مصر مصر الجديدة هتنظم ندوة علمية حول التغيير المناخي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وهتناقش ظاهرة التغيير المناخي وخطورتها والحلول العالمية المقترحة للحد من هذه الظاهرة النهاردة كمان هيكون في حفل جواز داباستا واللي هيتم من خلاله الإعلان عن أفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وبينافس على الجائزة دي تلاتة الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول والأرجنتيني ليونالا ميسي مهاجم باريس سان جرمان والبولندي روبرت ليدوفينسكي مهاجم بايرن ميونخ ترجمة نانسي قنقر